إن إحنا نتعلم ونستفيد من التاريخ دي حاجة مهمة جداً بس كمان لما نكتشف إنه التاريخ كان أكثر تقدماً وتطوراً من اللي بنعيش فيه ده خلينا محتاجين نبص أكتر على التاريخ ونتعلم ومش عيب وبيحصل وأمر الله نفذ وهنعدي أي أزمة بنعيشها لما كمان نكتشف إن مجلس الشعب مجلس شعب الثورة اللي مفروض كل أمالنا محطوطة عليه مش قد الأمال ومش قد التموحات ومش قد المتوقع ولكن زي ما دايماً بنقول إحنا في حالة تعلم كبيرة جداً وهنتعلم منها وبرضو هنعديها اللي حصل إنه كاتبنا الكبير اللي أنا سعيدة إن هو موجود معانا النهاردة الأستاذ لويس جريس عنده اقتراح ليه علاقة بقراءة للتاريخ ليه علاقة بقراءته للتاريخ وفيه وظيفة هامة جداً كانت موجودة في أحد العصور تاريخياً هيكلمنا عنها دلوقتي عشان نستفيد بيها ونفهم إيه هي التجربة ونفهم هتفيدنا في إيه ونفهم ليه هو استحضرها وليه هو عايز إن إحنا نتكلم عنها إحنا هنفهمها منه وهندعمها بس أول ما هنفهمها بيشرفنا يكون معانا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ لويس جريس نهارك سعيدة فاني أهلاً وسهلاً نهارك مبارك منورنا بدايةً كده أستاذ لويس إيه موضوع السكرتير البرلماني ده يعني إيه سكرتير البرلماني بنراحك كده عشان يعني أفهم مع حضرتك بالطب الحياة النيابية في مصر زي ما كل الناس والمشاهدين يعرفوا بدأت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر لما الخديوي إسماعيل عمل مجلس شورى النواب وكان الحاجة الغريبة إن هذا المجلس اللي هو ما كانش بانتخابات وعينه ومختارهم كان مجلساً رائعاً لأنه تبنى قضايا الشعب وبدأ يطالب الخديوي بتطبيقها فحله آه طبعاً عشان تلمش على هواه وبعدين بدأت تيجي بقى حكاية فكرة الانتخابات ولكن لم تتح في مصر حياة نيابية حقيقية إلا بعد ثورة تسعة عشر طيب وبدأ يعني كانت أول انتخابات بعد صدور دستور تلاتة وعشرين الشهير آه أيام الملك فؤاد في الحياة البرلمانية في ذلك الوقت كانت بالطبع مأخوذة من الحياة الديمقراطية في انجلترا انجلترا كان فيها مجلس العموم ومجلس اللوردات آه فاحنا هنا انتخابنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ على غرار العموم للشباب واللوردات هم الشيوخ في أول مجلس نيابي كان فيه حاجة متبعة في انجلترا هذه التقاليد انتقلت إلينا لأن زي ما حضرتك عارفها من التاريخ كان معظم الأسر المصرية وبالذات البشوات اللي تربوا مع بداية ظهور القط وامتلاك الأراضي ظهور طبقة البشوات فدول علموا أولادهم في انجلترا ورجعوا وشافوا الحياة النيابية هناك فكان من ضمن الناس اللي بتنجح في المجلس العموم كان لكل نائب في مجلس العموم سكرتير برلماني هذه الفكرة نبتت في تلك الفترة هنا وبدأ بعض الدجحين في مجلس النواب يختار كل منهم شاب من خريجي كلية الحقوق لكي يكون سكرتيرا برلمانيا لحضرة النائب تمام كانوا شباب حضرتك قلت من خريجي كلية الحقوق أو من شباب المحامين اللي بيشتغلوا وبيمارسوا مهنة المحامة عايزة أفهم دور السكرتير البرلماني هنا إيه لأن إحنا بقى عندنا انتباع إن السكرتير دي يعني هي البنت الحلوة اللي بنحطها زي اللوحة كده على باب المكتب ده صحيح فبالتالي السكرتير يعني ممكن هنبقى محتاجين إن إحنا نغار الاسم كمان عشان ما يبقاش في حاجز نفسي مبدئيا هو ممكن تبقى السكرتيرا برلمانية خلي بالي بس هتبقى هنا عندنا السكرتيرا الحلوة اللي إحنا عارفينها بس مش هبقى دي بتاعت السياسة خالص بس يعني المرأة تقدمت في مصر لدرجة إنها ممكن تبقى سكرتيرا برلمانية صحيح ده حقير ربنا يسهل بس على المرأة الفترة اللي جاي فإيه دور السكرتير البرلماني؟ السكرتير البرلماني فيه كم حاجة مهمين أول حاجة هو بيرصد العلاقة بين الناخبين وحضرة النائب تمام يعني بدل ما يتعطل هو طول وقته في إنه يلتقي بالناخبين نفسهم ممكن الناخبين يقدموا اقتراحتهم أو طلباتهم في أوراق والسكرتير البرلماني ياخدها ويصنفها ويعيد عرضها على حضرة النائب ثم الرد سواء كان هذا الرد يسلم يدا بيد أو في خطاب إذا كان جاي من دايرة بعيدة عن القاهرة تمام ده الجزء الأول الجزء الثاني أن أحيانا يقوم حضرة النائب بعمل استجواب في البرلمان الاستجواب بيبقى خاص بأحد الوزراء وأدائه في الوزارة وكانت في تلك الأيام أهم وزارة هي وزارة الري والقضايا الكثيرة اللي كان دايما السكرتير البرلماني يحرص على تقديمها هي قضايا المياه وري الأراضي لأن كانت مصر في تلك الفترة تعيش على الزراعة فكان مهم جدا أن يقوم أن حضرة النائب في البرلمان بالحديث عن قضايا الفلاحين وري الأراضي وهذا كان يقوم بتجميع هذه المعلومات وجوانب القضية برمتها حتى يقف حضرة النائب أمام البرلمان ويتحدث باسم الشعب في هذه القضية وهو ملم بكل أطراف القضية ليس جانبا واحدا ولكن جميع أطرافها سواء كان لها جذور ماضية أو جذور استحدثة أو مطلوب شقة ترعة جديدة أو اهتبام برأي الأراضي لأن المساعة المزروعة التسعة يعني كل هذه الجوانب يقوم السكرتير البرلماني وفريق البحث التابع له بتجميع هذه المعلومات سواء كانت في وزارة الرأي أو في عند المختصين أو الأساذة في كليات الزراعة أو أي حاجة محيطة بالقضية اللي هو هيتكلم فيها بحيث أنه ما يبقاش مرجعيته فيلم شايفه أو مرجعيته مقال أراف الجنان يعني ده اللي بيعملوا البحث ندرون البحث المدني ده صحية تمام وبيساعدون هو حضرة من هنا سمي السكرتير البرلماني لأنه بتخصص في القيام بتجميع المعلومات لحضرة النائب المحترم تمام فبالتالي لما يقدم ملف يبقى ملف كامل بإجابات بكل التفاصيل بكل التفاصيل بحيث أنه كمان يقدر يوضع هذا الملف تحت تصرف اللجنة التي سيحال إليها الموضوع للدراسة واتخاذ قرار فيها تمام إذن السكرتير البرلماني كان بيتواصل مع أعضاء الدائرة ده أيوة وبيقات بيعمل المعلومات جمع المعلومات الخاص بالقضايا بأي استجواب يقوم بحضرة النائب ليه وظايف تانية؟ ولا هو كده تمام؟ ده أساسا ده إنما هو أساسا كان كمان إيه؟ هو ليتمرن ويتمرس بالحياة البرلمانية لأنه في المستقبل قد يكون هو أحد المرشحين للانتخاب لطول خبرته بالحياة البرلمانية مفهوم طيب ده بس هيخليه الناس يتفرج علينا أمار العضو البرلمان هيبقى بيعمل إيه بقى لو ده لو السكرتير بيعمل حاجات يعني ولا هيتواصل مع الناس ولا هو اللي هيعمل الريسورج العضو البرلمان هو الذي يجيد عرض هذه المواضيع ويدافع عنها بحكم وظيفته كنائب عن الشعب لأن السكرتير البرلماني ما يقدرش يقف يتكلف هو الذي له حق الكلام وله حق عمل الاستجواب فمن هنا يقف أمام المنصة وأيضا يناقش الوزير وهنا كان الحقيقة كان بيبقى بعض النواب لديهم معلومات أكثر مما هو موجود عند الوزير ده أنا مذاكر بقى آه مذاكر هي دي النقطة هل يترى هذه العملية كانت مستمرة بنجاح شديد طوال فترة الملكية حتى قيام ثورة 23 يوليو سنة 52 بعد كده تعطلت الحياة البرلمانية لما جينا انتخبنا مجلس الأمة عام 56 لم يختفى سكرتير البرلماني ولم يعود له وجود حتى اليوم طيب سؤالي هو العضو البرلمان بيباليه أكتر من سكرتير ولا سكرتير واحد كفاية سكرتير واحد كفاية وأشهر ناس بقاموا بهذا العمل كان كان إبراهيم باشا فرج كان قبلها أولها كان إبراهيم أفندي فرج لما كان طالب في كلية الحقوق وكان بيشتغل سكرتير برلماني لمكرم عبيد وأيضا موسى صبري الصحفي الشهير برضو اشتغل سكرتير برلماني برضو مع مكرم عبيد كلها أسامي لماعة يعني ده صحيح بعد كده يعني راحوا اشتغلوا في حاجات تانية وكل واحد اختار إبراهيم باشا فرج بحامي ورشح وزيرا وكان يعني من أعضاء الوفد البارزين مين اللي بيعينه يعني هل عضو البرلمان هو اللي بيختاره ولا المفروض الحزب هو اللي بيرشح مجموعة من السكرتيريا البرلمانية أيا كان ممثلهم داخل البرلمان هلين يشتركوا ممكن عضو البرلمان بصفاته الحزبية لأنه هو بيختار من نين بيختار من أعضاء الحزب الموهبين أو قد يختار أحد الطالب النبغين في الجماعات في الجماعات ده ممكن إنما بيبقى دايما فيه شباب الوفد مثلا اللي كانوا بارزين شباب الأحرار الدستوريين شباب السعديين زي ما دلوقتي فيه شباب الإخوان المسلمين وشباب السلفيين وشباب المصريين الأحرار وشباب المصر الديمقراطي كل الأطياف الموجودة وإتلافات الشباب من بين هؤلاء قد يختار حضرة النائب أحد الشباب الذين يتوسم فيهم المقدرة على البحث واللياقة الإنسانية في التواصل مع الإنسان لأنه لا بد أن يكون يعني واضحا في تلقي المعلومات وأيضا صبورا في الاستماع إلى الناخبين مفهوم وأحيانا يضطر القيام برحلات إلى مقر الدائرة لكي يتواصل مع الناخبين هناك لأنه هو مسؤول عن الحياة برلمانية الخاصة بهضرة النائب وعن نجاحه في البرلمان طيب مين بقى اللي بيتفعله مرتبه قبل ما تكلم على أي تفاصيل تانية يعني هل بيتفعله مجلس الشعب يعني ده يبقى على موازنة الدولة يعني ولا العضو نفسه ولا الحزب ولا مين اللي بيتفعله لا ده المفروض يبقى على حساب حضرة النائب نفسه حضرة النائب ليه بقى لأنك لو لو علمتي كم يتقاضى حضرة النائب لا أنا مش هايزة أعرف عشان بردو ما بقاش لا يسحل تعرفي بردو يعني هي أموال أموال قد تصل إلى 35 ألف جنيه في الشهر ما بين جلسات وموقفاءات وبدلات وحاجات ولجان خاصة إلا أحنا ما بنقولش حاجة ياخد زي ما عود لكن ألا يجوز أن من من 35 ألف دول يطلع عشر تلاف يصرفهم على وظيفته الجديدة لكي ينجح فيها يعني هي الحكاية أن الوظيفة العضو مجلس الشعب ده يعني هو هنا متوظف عند الشعب اللي كي ينوب عنه ممكن الحزب يدعمه إذا كان ما عندوش ولكن هو نفسه لازم يبادر أنا الحقيقة بدعو لفكرة السكرتير البرلماني أو السكرتيرة البرلمانية لسبب بسيط نحن عندنا عدد كبير قوي من خريجي كليات الحقوق وخريجي كليات الأقصاد والعلوم السياسية وخريجي كليات التجارة وكل هؤلاء يصلحون لكي يصبحوا سكرتير أو سكرتيرة برلمانية وذلك لكي يكونوا مسؤولين عن ملفات خاصة يقوم عضو حضرة النائب المحترم بالتقديم استجوابات هذه الملفات من خلال الملفات دي حتى نتقدم بدفعة قوية تفيد المجتمع يعني الحياة بلتحايتنا حياة جد ما يجبش أننا ناخدها هزار يعني الأضية مثلا أن عضو مجلس الشعب الذي يقف ويعلي من صوته أو يتحدث في أمور كثيرة ظنا منه أن الناس اللي في الدائرة هتقعد تسمعه فيبقى طلع في التلفزيون لا إحنا عايزينه يركز ويقدم معلومات وافية يسمعها الشعب فيستفيد من هذه المعلومات وأيضا يقدم وظائف إلى فريق بحث وإلى عدد من الناس لكي تتربى عندنا الحياة البرلمانية ما يبقاش بس برلمان الثورة ده برلوان الثورة الذي داء بعد ثورة 25 يناير يفرز في المستقبل قيادات برلمانية نفتخر به طيب بعتقد أنا ده لي علاقة بسؤالي اللي جاي وهو أنه ده جزء من إجابة سؤالي اللي جاي أنه ده هيخلق فرص عمل هيمر المجموعة من الشباب بس هل كمان حضرتك استحضرت لنا فكرة السكرتير البرلماني لحال المجلس اللي عندك على تحفظات أو لأنك شايف أنه عضاء مجلس شعب محتاجين مساعدة أو لأنه مجلس شعب كان أقل من توقعات الثورة آه طبيعي يعني الأداء الغاية دلوقتي ليس بالمستوى الذي يليق بمجلس شعب للثورة من هنا الحقيقة يعني فيه عدد برز أداءهم في البداية وفيه ناس بعضهم كنا نعرفهم من ظهورهم في التلفزيون لكن يوجد عدد من الأعضاء المحترمين جدا الذين دخلوا مجلس الشعب وأنا الحقيقة إذا يعني سمحت لي صد أستطيع أن أذكر بعض الأسماء التي أتمنى أن في يوم من الأيام حضرتك تستضي فيهم ليتحدثوا عن أهمية وظيفة السكرتير البرلماني في الفترة القادمة يعني مثلا واحد زي الدكتور زياد أحمد بهاء الدين وده عضو عن دائرة الدوير في محافظة أسيط زياد العليمي عمر حمزاوي الشبكي عمر الشبكي وعدد كبير أوي من قيادات الإخوان المسلمين والسلفيين الذين لهم دراية بالحياة البرلمانية وبعضهم قد تعلم في جامعات الخارج وهم على قدر كبير يعني مثلا الدكتور محمد مرسي الدكتور الكتابني كمان أبو العلا ماضي يعني عدد كبير أوي من النواة الموجودين حاليين يدركوا أهمية السكرتير البرلماني ويجب على أن هذا البرلمان يكون مبادر بتبني هذه الفكرة وتطبيقها حتى نرتفي ونرتقي بالأداء البرلماني بعد الثورة هل يتكلم كمان أنه احتياج السكرتير البرلماني في الظل برلمان مازال يحتفظ بخمسين في المئة عمال وفلاحين هل حدك شايف أنه ده قد يكون الحل الأمثل يعني؟ ده كويس جدا ليه؟ لأنه هو الحقيقة لما بنشوف المرشحين والذين فازوا يريد يكونوا من الفلاحين الذين يفلحون الأرض لكن أحياناً بيبقوا موظفين في شركات وينتحلوا صفة العامل أو ناس عندهم أرض وينتحلوا صفة الفلاح لكن على الأقل مطلوب منهم أن يعبروا عن الفلاح وعن العمال فمطلوب فعلاً أنه حتى وإن كان ليس عاملاً بالفعل وليس فلاحاً بالفعل إلا أنه مطلوب منه تبني قضايا الفلاحين ونحن الآن في أمثل حاجة لهذا يعني مثلاً الأمراض التي تفشت في البهايم والأمراض التي هل يترى دي من الذي يحرك القيادة البيطرية؟ نحن عندنا كلية طب بيطري بتطلع ناس من أفضل بكاترة الطب البيطري في العالم وبتتغطفهم بعض البلدان العربية هنا في مصر بس اللي ملهمش إيمة لكن في الخارج لو رحت العراق لو رحت الأردن لو رحت المملكة العربية السعودية تجد الطبيب البيطري المصري موجود هناك وبكسرة ويقوم بأجل الخدمات في الحفاظ على الثروة الحيوانية أكلنا يعني أيضاً خريجي كلية الزراعة مهندسين الزراعة الذين انتشروا في العالم العربي ويقومون بأفضل الخدمات هنا فقط اللي احنا يعني مش مدينهم الفرصة لكي يقوموا الأبحاث الزراعية المفروض نهتم بها يعني كان فيه منقشة في الأسابيع الماضية حوالين حاجة معينة بتتزرع اللي هي الزرا اللي هي بيقولوا احنا بنستوردها عشان العلف واتاري هما بياخدوها كبزور وتنمو وهي السبب في عدد كبير أوي من الأمراض التي انتشرت بين الفلاحين وفي القرى وفي النجوع من هنا الحقيقة محتاجين إلى هزة كبيرة وإلى قاعدة معلومات يستطيع حضرة النائب من خلال السكرتير البرلماني الوصول إلى هذه المعلومات الدقيقة والصحيحة حتى يستطيع أن ينشرها على الملأ نيابة عن الشعف وحتى يكون البرلمان الثورة برلمان ثوري بحق وحقيق لأنه يفتش بدقة ويبحث بهمة شديدة حوالين القضايا التي تمث حياة الإنسان في القرية وفي النجوع وفي الدساكر وفي جميع أنحاء مصر طب إحنا ممكن نعمل إيه علشان ندعم الفكرة دي؟ إحنا كإعلام إحنا كنهورك سعيد يعني إحنا هو بنترح مع خلتك فكرة الحقيقة أنه ما تكتفوش باستضافتي عشان أتكلم أنا شرحت الفكرة وأتمنى أنكم أنتم كقناة تهتموا باستضافة النواب اللي عليهم فيهم الأمل؟ يعني أنا أرجو أنكم تستضيفوا الدكتور زياد أحمد بها الدين والأستاذ زياد العليمي والدكتور عمر حمزاوي وعمر الشبكي ومصطفى النجار والدكتور محمد مرسي ورؤساء الأحزاب كلهم والأعضاء السلفيين البارزين لكي يكون بين هؤلاء الناس من يقتنع بالسكرتير البرلماني ويبدأ في اتخاذ الإجراءات السريعة لأن كل عضو في البرلمان محتاج إلى هذه الاهتمام وهذه الأبحاث وهذا التنقيب لكي يحصل على المعلومات حتى يقف أمام نائبا عن الشعب بحق وحقيق وحتى يستطيع أن يقدم المعلومات للدولة ويناقش الوزراء ده حقيقي وبعتقد كمان الجزء المهم أنه إحنا كده بنخلق كوادر حقيقية سياسية جديدة تنخرط في العمل السياسي من الشباب وإحنا كنا طول الوقت بنقول ما فيش ما عندناش كوادر وما عندناش حد مؤهل دلوقتي بالطريقة دي على الأقل يبقى عندنا فرصة أن يبقى فيه في فترة اللي جاي وتنتهي الحكاية بقى إذا القناة فعلا اقتنعت بالكلام اللي أنا بقوله مهم هم اللي يقتنعوا مش إحنا اقتنعنا خلاص يا أستاذ لويز مهم البرلمانيين هم اللي يقتنعوا لأ أنت بس اتصلوا بيهم لأنه في نهاية الحملة تعملي ندوة تجمع كل هؤلائي لكي تكون رسالة موجهة إلى برلمان الثورة من برنامج نهارك سعيد طيب أستاذ لويز ختاما كده أنا هبعد عن موضوع السكرتيري البرلماني بس إيه رايك في انتخابات الرئاسة اللي احنا دخلين عليها كده والخمسمائة ألف راجل اللي مرشحين نفسهم دلوقتي هو الحقيقة شوفي هي أميزنا في انتخابات الرئاسة أننا نحن المصريون لأول مرة سوف نذهب إلى صندوق الاختراع لكي نختار رئيسا أيا كان أنا بس بقول إيه كل المطلوب مننا كمصريين أن نذهب إلى صندوق الاختراع وندلي بصوتنا لأي شخص مش مهم مين لأي شخص حتى نشوف يعني كل واحد يستفتي نفسه ويستفتي ضميره ويقول أنا توكلته على الله وها روح هنتخب فلاد هنتخب أيا كان لأنه مش مهم مين اللي ييجي المهم أننا نحن الشعب الذين أتينا به الكاتب الكبير أستاذ لويس جريس شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة وأكيدا تابع موضوع السكرتير البرلماني ده ويا رب يحصل ده أمانا الوحيد هتابعكم وإذا ما تابع عملتيش هتابع عنكم طيب برعي ياري أرجوك تعمل كده علشان فعلا هيبغاء خطأ كبير مننا أعتقد فكرة السكرتير البرلماني أو السكرتاريا البرلمانية آخر أمل لنا لو إحنا عايزين أو بنتوقع أن يكون عندنا مجلس شعب فعلا نقدر نسمي عليه مجلس شعب الثورة خلصت الفقرة ولسا عندنا فقرات تانية في نهارك سعيد بس خلونا نشوف تقرير اللي جاي عن الثورة والدستور الدستور والثورة ونفهم اللي يحصل إيه في تقرير اللي جاي